طب هم مشوا ليه؟ ما هم مشوا عشان انت مش عارف تحضن عليهم الدول التانية حضنت عليهم خدته عندها انت لا بتتديله فلوس محترمة ولا بتوفر له بيئة ومناخ يقدر يطور من نفسه في المختبرات والمعامل والبحث الإلمي ولا بتتديله ندوات ودورات مجانية عشان يرتقي بنفسه ولا بتوفر له أمن على أبواب المستشفى الطبيعي لو عنده عقل هيدور على رزقه في حتة تانية فرزقه بيجيله كندا بتقوله تعالى بريطانيا بتقوله تعالى أمريكا بتقوله تعالى دول أوروبا بتقوله تعالى دول الخليج بتقوله تعالى فيروح هناك يأمل حاجتين ياخد مرتبات أعلى بكثير وأضعاف اللي بياخدها عندك وكمان يتعلم ويطور من نفسه في معامل ومختبرات البحث العلمي في هذه الدول المتقدمة وانت خليك قاعد بقى زي ما انت يبقى هو لما يلاقي الجزء المادي عارف ينام بالليل وهو مأمن جزء من مستقبله ومقدر أيضا علميا يبقى ماليا ماديا وعلميا يقعد ليه احنا ما بنشجعش الناس انها هتمشي لكن احنا بنوصل رسالة للحكومة ما تخلي بالكم الناس دي ده انت عندك الأطباء بيمشوا عندك المهندسين بيمشوا عندك الأرزائية النقاشين والممحراطية والمشعارف بتوعي الخرصانة بيمشوا عندك المدرسين بيمشوا طب مين اللي حيقعد في البلد؟ مين اللي حيقعد في البلد؟ بتوعي الشرطة والجيش؟ ماشي ماشي الموضوع مش من النهاردة خلينا نرجع مع بعض شوي 11 فبراير مش بتاع تنحي مبارك لا 11 فبراير اللي فات حوالي 8 شهور يعني مونة مينة المنصق العام لحرقة أطباء بلا حقوق وعض مجلس النقابة العامة للأطباء كتبت على صفحتها تعليق على هذه الظاهرة قالت ايه بقى مونة مينة لماذا يهاجر الأطباء؟ والله سؤال تكررت في الأيام الأخيرة أحاديث وتحذيرات كثيرة عن هجرة الأطباء والتمريد بما نتجة عنه من عجز شديد في مقدم الخدمة الصحية الحقيقة أن الظاهرة واضحة جدا منذ سنوات طويلة ومتزايدة بشكل مرعب جدا بعض طلبة الطب يبدأ في دراسة المعادلات الأجنبية اللي بتمكنه من العمل في الخارج من سنة ثالثة أو رابعة في الكلية حتى يستطيع السفر فور تخرجه الظاهرة هجرة مبررة ومفهومة جدا لو نظرنا لظروف عمل الأطقم الطبية في مصر وقد حذرته وحذر كثيرون كلام منامينة وحذر كثيرون غير منها المرة تلو المرة ولكن صيحاتنا لم تجد أي استجابة ده كلام منامينة نجمل كلامها تاني يعمل الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الحكومي بمرتبات شديدة التدني تقتضي من الطبيب الشاب أن يعمل بجوار عمله الحكومي في مكانين أو ثلاثة حتى يصل إلى لحد الأدنى المعقول اللي بيمكنه من التكفل بنفقاته الشخصية أو إعالة أسرته الأطباء دخلوا في سلسلة طويلة من المطالبات والاحتجاجات قدت إلى زيادة لأجور التواقم الطبية وقرت سنة 2014 كل ولكن أكلت تضخم هذه الزيادة البسيطة خصوصا مع كارثة تثبيت الحوافز اللي قدت لتثبيت أغلب الأجر أمامه للغلاء الأطباء الكلام ده بتقوله الدكتورة منامينة وبتقول كمان أن الأطباء بيعانوا معاناة شديدة جدا باختصار الأطباء بيتعرضوا للظل والمخاطرة الشديدة من كل هذه الأوضاع اللي بتعصف الأطباء فهل وجدت صيحاتنا وتحذيراتنا أي صدى؟ ده كلام مين؟ الدكتورة منامينة ده كلام المتخصصين كلام الناس اللي شايف أن فيه خطورة طب وإحنا كمصريين عادي بقى زي زي أي قطاع الاندبندت البلاطينية اتكلمت عن هجرة الأطباء في مصر وقالت هجرة الأطباء تعمق جراح القطاع الصحي في مصر قالت أن تدني الأجور عد معايا بقى تدني الأجور ضغوط العمل ارتفاع تكاليف المعيشة بتدفع أكثر من 11500 طبيب للاستقالة في ثلاث سنين نقابة الأطباء طلبت بتدخل عاجل لأن الموضوع ده الطبيب بيسافر ليه؟ عنده دوافع كتير جداً بيهاجر عشان عنده دوافع دوافع يا إما اجتماعية يا إما دوافع تعليمية يا إما دوافع مادية يا إما مش حاسس بالأمان في الآخر حيتخذ هذا الخيار اللي ربما يكون صعب علاج ممكن يكون مر لكن مضطر يغدو حيغادر القطاع الصحي في مصر وحيسيب البلد ويهاجر الاندبندنت قالت أن روايات بالأطباء في مصر الأقل بين الفئات وكذلك المستويات العالمية وكمان تدني الإمكانيات الطبية في القطاع الصحي على الرغم من كده كان فيه ما يشبه الكود السري بين الأطباء والمرضى يفيد بأن هناك رسالة لدى الأطباء بأنهم سيستمرون بمقتضى هذه الرسالة في العمل بأقل الإمكانات دي هدف خدمة أهلنا المصريين من الفقراء مئة وعشر ألف طبيب سابوا مصر في ثلاث سنين معدل هجرة الأطباء من مصر أثار مخاوف كتير من تأثير هذه الظاهرة على المنظومة الصحية بالكامل نقابة الأطباء قالت في إحدى الإحصائيات إن فيه مئة وعشرة ألف طبيب خلال الثلاث سنين اللي فاتوا سافروا يعني ستين في المية سافروا ليه؟ هذا هو السؤال لماذا تزايدت هجرة الأطباء في الفترة الأخيرة؟ تزايد معدل الهجرة بتاعت الأطباء من مصر باين جدا وواضح على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة كل إحصائيات اللي بملكوا عليها ديات إحصائيات 2019 2020 2021 وغيره التوقعات قالت إن فيه تقريبا 60% سابوا عملهم وراحوا للعمل برا سواء بالدول العربية أو الدول الأجنبية سابوها ومشوا أسباب الهجرة هجرة الأطباء اتكلم عنها كثير بقى من المسئولين يعني مثلا اتكلموا في هذا الموضوع وقالوا أن هناك أزمة كبيرة جدا في موضوع هجرة الأطباء أبرزها الرواتب والقيمة الاجتماعية وعدم إحساس الطبيب بالأمان داخل بلده خلونا نسمع أسباب الطريدة معروفة والمعاناة اللي بيعانيها الأطباء هي اللي وراء خروجهم من مصر بعد ما بيتعلموا كويس وبيتعلموا على حساب مصر ولا خلاف على أن 90% من بيهاجروا عندهم وطنية وعندهم قومية وعندهم حب اللي ترابها هذه البلد إلا أنهم مش قادرين يتعايشوا مع كل الضغوط اللي هم بيقابلوها وعايزين يشوفوا ظروف يقدروا ينفزوا فيها أو يطبقوا فيها لتعلموا في الحقيقة الجو العام هنا صعب جد بداية من طبعا مش حسين نتكلم في التفاصيل كلها لأن الموضوع ده الوحد يعني ياخد حلقة كاملة الرواتب متدنية دخل الطبيب خاصة في بداية حياته على الأقل يعني ما تقدرش تخليه يدرس ويذاكر ويعيش حياته بشكل طبيعي تأمين الصحي بتاعه كمان لو قدر الله أصيب في بداية حياته حيبقى خلاص نهاية المطاف تعالى نتقل الممارسة أثناء العمل نفسه مفيش تأمين كامل له أثناء ما هو بيعمل تعالى نتكلم فيه قيمة الطبيب في المجتمع قلت بشكل ملخوظ طيب هو الراجل بيرسل الظاهرة والظاهرة احنا قلناها وإحنا فاهمين أن هناك مشكلة في هذا الأمر لما يطلع طبيب يقول أن مرتب الطبيب حديثة ألفين جنيه ألفين جنيه موجهة أو مرتب الطبيب ألفين اسمعوا كده الدكتور بهاق طاهر هو بتكلم عن مرتبات الطبيب اللي ألفين جنيه ومطلوب منه أنه يصبر يعيني ويقعد في مصر بحجة الولاء والانتماء وما تهجرش يا ابني وتسيب البلد حتتبهد اليابني وتتشاطط برة الألفين جنيه دولت يعني عصفورهم في اليد ولا مش عارف كام على الشجر قريبا للطبيب حديث التخرج حوالي ألفين جنيه لحديث التخرج قصة إنها بتوصل لعشر تلاف جنيه بعد تلاتين سنة طيب أنا هقول لدكتور أحمد موحي أنا شخصيا طبيب في وزارة الصحة بشتغل من واحد وتلاتين سنة ومرتبي حاليا خمس تلاف ومتين جنيه نص القيمة اللي قالها الدكتور أحمد موحي هذا الكلام غير حقيقي وفي الحقيقة طول ما المرتبات متدنية وفي مشكلة في بيئة العمل ونقص في المستلزمات واعتداءات يومية على الأطباء بدون حماية وتشويه متكرر للأطباء في الكثير من وسائل الإعلام مما يعد تحريض للمواطن على الاعتداء المتكرر على الأطباء طول ما دا بيحصل هتستمر مشكلة هجرة الأطباء للخارج يبقى كل الناس المسؤولين وغير المسؤولين المسؤولين وغير المسؤولين شايفين ان احنا عندنا أزمة وان الأطباء بيهاجروا يتيبوا البلد ويمشوا بيهجوا يعني المصطلح اللي أنا ارتضيته وتصلحت معاه من أول الحلقة انهم بيهجوا ويسيبوا البلد ويمشوا هل ممكن نوقف هذا الزحف زحف الأطباء المهاجرين من مصر للخارج لكل دول الخارج تقريبا نقدر نعمل دا ولا ما نقدرش ومين المسؤول عن الحد من هذه الظاهرة وما هي الأمور المفترض الحكومة الحريصة لو كانت حريصة يعني على المواطنين وعلى بلدها وعلى إمكانتها وعلى هذه العقول الرائعة الهائلة انها تتخذ من خطوات تعملها ولا ما تعملها